قاهرة بفترة بفترة صح وبعدين كان هاني بقى ما كملش بعد كده بعد السنوية عامة راح درس كلية الهندسة في أمريكا أعتقد مزال الموجود في أمريكا مظبوط 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 دي كانت البداية في كرة الخدم في الأندية لما بدأت تروح تنادي المصانع الحربية كان سنك كم سنة؟ 8-9 كده 9 سنين قلت بقى في مدرسة كرة وكانوا ناشئين بقى لا كانوا ناشئين ما كانتش في مدرسة كرة ما كانش في مدرسة كرة ولا أكاديميات ولا كلامنا بنسمعوا كان مدرب يعني ممكن إحنا نبقى سنتين ثلاثة مع بعض يعني 9-10-11 مع بعض وكان فاكر أنا مدرب اسمه تقريبا كابتن زكي عثمان مش زكي عثمان اللي هي الحالة عزمالك لا لا أسف اسمه زكي شحاتة دا كان في المدرسة ولا في مصانع حربية؟ لا في المصانع حربية مصانع حربية نازل تسعة جدا ما أنا كنت بقى مبسوط أول طيب أنا هنرجع للموضوع دا بس الأول الحاجات التانية المهمة أنت ورحت المصانع الحربية أيوه وكان سنك 8 سنين قلتلي 8-9 كده قعدت أديه في الناشئين لغاية سن 17 سنة كان في الوقت دا بقى بنلعب دوري في سن 15 مناطق كان الأهل والزمالك عايزين ياخدوا مجموعة من المصانع حوالي 8 لعيم طرق غنيب وهاني غنيب ومجد مصباح ومشير عثمان حوالي 8 فعبدالله بيه رفض قال لا هد تيم كامل قال لا مش هسيب الولاد دول عند 17 سنة بدأت ضغط على عبدالله بيه في طرق هنيم 18 سنة تقريبا إنه لازم يروح الزمالك قمت أنا مشيت في نفس الوقت بس أنا رحت بقى مصر البترول رحت مصر البترول هو راح الزمالك ونت رحت مصر البترول وهاني هنيم سافر أمريكا وكان في الوقت دا في هليوبلس نادي المنافس للمصانع كان هادي وسامح فهمي الاثنين أنت فاكر نادي هليوبلس كان اسمه شيل لزمان؟ لا شيل لأنا كنت فيه مصر البترول مصر البترول لكن هليوبلس زمان هو هليوبلس طول عمره بس أنت لعبته شوية في شيل طبعا هو مصر البترول لعبته كم سنة في شيل؟ أعتقد 3 سنين لأن أنا رحت النادي الأهلي كان في الزمان في الفريق العشرين يا مصطفى بيعملوا سنة مجوز وسنة فردية أي مظبوط يعني 20 سنة و21 بعدية بالزبط كده فأنا لما رحت كانوا بيعملوا السن لما رحت النادي الأهلي كان السن باليوم والشهر والسنة سبتمبر لازم يكون آه فأنا كنت في يناير في يناير دي سقطتني من السن بتاع العشرين بتاع الواحد وعشرين في السنة اللي رحت فيها النادي الأهلي فروحت على الفريق الأول مباشرة إيه اللي أنت استفدتوا من مصانع الحربية؟ أولا اتأهلت إزاي ناكو موصل بطرق كلام جميل المصانع الحربية لما رحت 17 سنة كنت بالعب 17 و20 وفريق أول كل و4 كل و4 يعني كنت ساعة بتلعب في اليوم ثلاث مباريات لا كنا كان هي مباراة بس ممكن في الأسبوع لعب ثلاث مباراة ها ها احنا فيه أوقات كنا بنلعب الساعة 10 الصبحية صح والساعة 12 17 كل الصبح آه بالزبط كده ايه بنقوم نفطر كورة ايه كان بقى الحقيقة نائب رئيس النادي كان الله يرحمه كابت مراد نديم يا سلام الله يرحمه يا سبحانه هو مش تابع معنا مجيب كورة شوية في النادي النادي اه طبعا وكان هو نائب آآ رئيس الشركة بتاعة مصر بيترون آآ كان الرئيس الشركة آآ اللي بقى رئيس النادي الزمالك آآ كابتن نور الدالي نور الدالي كابتن نور الدالي آآ وكان تحتية على طول كابتن مراد كابتن مراد بقى عملنا ماتش 20 سنة تحت احنا مصر بيترون مع الفريل الاول للنادي الاهلي كان سنة كام ممكن 68 تقريبا تقريبا انا في الوقت اللي هو كورة كان متوقفة فيه آآ ماتش ودي والنادي الاهلي كان فاكر انا اللي قدامنا كان فؤادة بغيضة لا ما دي حاجة لها بس انا في الاول وانت من مصر الهترون انا بقى كتلعبنا الدوري دا ايوا الدوريات الدوريات آآ كنت بقى لعب كله آآ كابتن مراد بقى في المرحلة دي قال لي انت كفاية عليك عندنا هنا هو قال كده آآ يعني استويت معنا صحيح آآ قال لي حق بقى حنعمل ماتش قريب وحق دك بقى يمكن يكون لك آآ مكان في النادي الاهلي طيب انت لما لعبت في المصانة الحربية وفي شل او مصر البترول ما كتشل الزمان برضو زي مصر البترول ايوا صح 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 ولعبت وتألقت في المرحلة دي والكلام دا كله اللي كان بيدور في زهنك بعد كده انت من جوا كنت عاوز تروح تلعب في نادي كبير وحاس ان انت امكاناتك تديلك اكتر من اللي هي موجودة عندك وهتزودك ولا انت كنت مستكفي كده انك ألعب في كنت مستكفي كنت مستكفي كنت مستكفي حاجة خالص 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 يعني احنا برضو سبقنا فيها صلاح حسني كان معانا في مصر البترول ايوا بس راح قابلينا النادي الاهلي مين من اللعيبة اللي هي راحة الاهل والزمالك كان في بقى الله يرحمه محمود عزة اه طبعا دا محمود كان لعيب من ناحا الشمال حاجة سوبر دا لقى كان لعيب جامد اوي ما شاء الله هو قال الله يرحمه توفى بدري وده برضو مصر البترول في الاساس وصلاح وبعدين انا بعديهم يعني مقالكش يا مثلا الله رحمه محمود عزة وكابتن صلاح ربيان ديوله الصحة والعافية مقالكش تعالى يلعب في النادي الاهلي ولا انت ما كانش في بالك انت بقى انا مكانش في بالي حاجة خالص خالص انت بتحب الكرة انا ماشي على الله كده اه بحب الكرة وحب العب بس حلو مع الله دي حاجة وفيه حسب من كده اه والله كانش في دماغ الحاجة طيب لما كابتن مراد نديم رحمة الله عليه قالك ان انت هاخدك تعمل مباراة هتلعب مباراة ضد النادي الاهلي وانت يوميها بالليل كده هل كنت رايح واخدها تحدي بقى انا حواريهم انا مين مشير عثمان وهلعب ازاي وهواريهم ان انا احسن من اللعبة عندكو هاليه الكلام ده درف ازاي؟ يا نهائي خالص خالص انت بسلم امرك لله بقى اه والله اه ولذلك احنا احنا كسبنا في اليوم ده اتنين واحد كسبتوا النادي الاهلي وانا جايب الجنين يا اخي ده ايهون عليك كده قلبك طوعك في الكلام ده كان ماتش هو بالنسبة لهم احنا فرقة اللي جاية دي اه وبعدين فقد ابو غيدة وصعيد ابو النور وطريق سليم يعني الملعب مليان وحسن جبر مليان وطلعت عبدالحميد و لا كانوا بطالوا بقى وكابتل نازل تاب الروس لا كان بطل كان بطل اه الكلام سنة كام؟ اه 68 كان الكابتل انتهى اسماعيل كان برضو بعد بعد كان الكابتل رفعت برضو بعد اه هما دول اللي كانوا